يا صباح الفل ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله صباحكم فل وياسمين وردة من رب العالمين قالولي بلاش من الفيديو ده وبلاش تنزليه قلت لهم ليه ده حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط عايزين انت يعرفوا ليه تعالوا نسمي باسم محمد الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف ايه اللي حصل زي ما انتوا شايفين كده بالزبط جي تصورت الفيديو والقامرة جاه عليها شوية دقيق وزي ما انتوا شايفين كده التصوير مش واجه فقلت لهم لأ حبيب ان شاء الله يبلع لي الزلط وعدو يتمنى للغلط فكملت الفيديو ونزلته وانا عارفة ان هو ان شاء الله هيعجبكم بازن الله تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الكيكة الجميلة اوي دي ازاي انا معي كباتين اللي ربع من الدي دي عادي خالص وعليه ربع كباتين من الكاكاو الخام يعني معي كباتين من الدي ومعي كباتين من السكر ومعي معلقة صغيرة من البيكن بودر ونص المعلقة بيكن سودا ومعلقتين من النشا ورشة ملح واجيب تلت كباتين من الزيت وقلب الخليط بتاعي كله مع بعض وبعد كده هجيب نص كبات حليب بس نص كبات حليب تكون دافية وهقلبها مع الخليط اللي معي نقلب الخليط بتاعنا كويس وبعد كده هنغلي كباية من المية كباية مية مغلية هدوب فيها كيس قهوة سريعة الزوابين ونروح مقلبينها مع الخليط بتاعنا خليط الكيك خليط الكيك ده مش هنحط له بيت خالص قلبنا خليط الكيك بتاعنا كويس جدا زي ما انت شايفة كده بعد كده بقى هصبه في ايه انا جايبها كبايات ورق كبايات ورق هصب فيها خليط الكيك بتبقى جميلة جدا وبتعجب الولاد جدا بتعجب الولاد كل واحد بياخد الكباية بتاعته بيبقى فرحان بيها جدا والكبايات دي مش غالية انا جايبها الخمسين كباية بخمسة وعشرين جنيه يعني الخمسة وعشرين كباية باثناشر جنيه ونص يعني اقل من نص جنيه للكباية يعني هتغفر لك في غسيل الكباط او في غسيل الصواني وفي نفس الوقت الولاد بيبفرحانين بيها جدا خاصة لو في اعياد ميلاد ولا حاجة لو في اعياد ميلاد هياخدوها ويددوا لاصحابهم بتبقى جميلة جدا وبتعجبهم جدا باذن الله المهم احنا بقى دلوقتي صبينا خليط الكيك بتاعنا في الكبايات الورائية وبعد كده هندخله على فرن درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني ونشغل عليه الفرن من تحت بس هياخد له بتاع 35 الاربعين دي ان شاء الله باذن الله هنصب بقى الكيك في الكبايات او في الكبات بتاعتنا بس مشان يملها لحد الاخر هنخليها يعني 3 اربع كده ونخلي الربع فاضي لان الكيك طبعا بيزيد معنا في الفرن الكيكة دي ياولاد بجد بتبقى روعة وبتبقى جميلة جدا ونتيجتها مضمونة جدا باذن الله ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله كده بقى ملينا الكبات بتاعتنا ندخلها بقى الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني مشان نشغل الفرن اللي من تحت بس والكب ده معينا مفضلوش على شوية كيك صغيرين فهيبقى لحد النص كده مفيش مشكلة وطبعا احنا مسخنين الفرن قبل ما ندخل في الكيك ومشان نفتح الفرن قبل نص ساعة على القل عشان الكيكة ما تيبطش مننا الكيكة دي ياولاد كيكة جميلة جدا وفي نفس الوقت اقتصادية جدا لان احنا كمان ما حطينا هاش بيت فوفرنا البيت فيها فهي ان شاء الله تبقى اقتصادية وفي نفس الوقت نتيجتها تحفة تحفة باذن الله دلوقت بقى هنعمل سوس الشوكولاتة اللي هنسقيها بان شاء الله لما تخرج من الفرن وسوس الشوكولاتة برضو معنا اقتصادي هنجيب ربع كباية من الزيت ونجيب ربع كباية من السكر الخشن او السكر النعمة ما فيش اي مشكلة ونص كباية من الحليب البارد وناخدهم نضربهم في الخلاط 3 دقايق كده بالزبط هنلاقي الخليط تقل معنا وبقى قوامه في منتقى الجميع زي ما انتوا شايفين كده سوس الشوكولاتة بعد ما ضربنا في الخلاط جميل معنا قد ايه طحفة طحفة وطعمه جميل جدا باذن الله هنصبه بقى في كباية عشان نعرف نصبه فوق كبات الكيك بتاعتنا او ممكن تحطيه في كيس حلواني وتصبيه فوق الكبايات عادي ما فيش اي مشكلة الحاجة اللي تقدر تعمليها عمليها المهم دلوقت طلعنا الكيك بتاعنا من الفرن والكيك شكله طحفة ورحته خطيرة ورحنا جايبين عصاية شيش طابوك كده او لو ما عندكش عصاية شيش طابوك ممكن بسكينا رفيع ورحنا بنغزين في الكيك كله كده عاملين له فتحات عشان نصب الشوكولاتة او سوس الشوكولاتة وتنزل في الكيك كله وتشرب منها بس كده بقى صبينا الشوكولاتة او سوس الشوكولاتة فوق الكيكة بتاعتنا كلها وبرضو بنفس عصاية الشيش طابوك رحنا جايين بنغزين برضو الكيكة تاني عشان الشوكولاتة تنزل في نفس الفتحات اللي احنا عاملين بعد كده بقى عايزة تزينيها زينيها بأي حاجة مش عايزة تزينيها مفيش اي مشكلة انا جبت شوية فرماسيل كده الوان وراحت حطيتهم على وشة ممكن شوية جوز هندي لو عندي ممكن شوية مكسرات مطحونة اي حاجة مفيش مشكلة وهي لو تقدمت كده هي طحفة الكيكب جد ياولي الطعمها خطير جدا وشكلها يفتح النفس وكمان لو في اعياد ميلاد هتبقى حاجة خطيرة جدا وهتعجب ولادك جدا باذن الله تعالوا بقى نجيبي الكب اللي حطينا فيه اخر شوية كيك كده ونشوف شكله من جوه عاملي ازاي زي ما انتو شايفين الكيكة طحفة ايه وشرب صوص شوكولاتة شايفين صوص الشوكولاتة جوها طحفة وطعمه جميل جدا الناس بقى اللي بتحب الشوكولاتة هيعجبها الوصفة دي جدا وهتعجبها الكيكة دي جدا جدا زي ما انتو شايفين غرقانة في صوص الشوكولاتة ازاي يلا بقى لو اول مرة تشوفونا وعجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد ان شاء الله وترفعونا الفيديو باللايك وبالهانة والشفة صباحكم فضل